السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم بآيات الله وصدهم عن سبيل الله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولدي آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء وقد توعدهم الله على ذلك وأخبر بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء يعني بسببه نعم ومقابلتهم الرسول المبشر به ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب والجحود والعناد فأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد في هاتين الآيتين من سورة آل عمران التي جاء صدرها في حق النصارى وفي أثنائها الكلام عن اليهود وكفرهم وعنادهم يعنفهم الله جل وعلا بما فعلوه مما لا عذر لهم فيه ليس لهم عذر هم أهل الكتاب وهل العلم بلغتهم الحجج ويعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم كما قال الله جل وعلا ومع ذلك لما بعث كانوا يتوعدون المشركين بأن نبيا قد ضل زماله وإذا خرجوا سيتبعونه ويقاتلون العرب معه فلما بعث وآمن به من آمن من العرب تكبروا وتغوا وتجبروا وعاندوا وخالفوا ما أنزل إليهم واعترفوا به وأقروا به في وقتهم ووعدوا بأنهم يتبعون الرسول النبي الأمي لكنهم أهل بهت وعناد وكفر وقسوة قلوب قتلوا الأنبياء كانوا يقتلون من الأنبياء كما جاء في بعض الآثار في اليوم سبعين نبيا وأي قسوة أعظم من هذه نسأل الله العافية السوي إذا أراد أن يذبح ما أذن له بذبحه مما يحتاج إلى أكله أخذته الرأف والرحمة وهؤلاء يقتلون الأنبياء وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله توبيه وتقريه والله شهيد على ما تعملون الله يراقبكم ويرى ما تفعلون وأنتم في الأصل تؤمنون به وتقرون بوجوده وتقرون بأنه رقيب عليكم لكنه الكفر والعناد وسبقوا الشقاوة عليهم يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا تبغون الملة عوجا مائلة عن الحق تبغونها مائلة عن الحق تميلونها عن الجادة لتسلكوا بالناس غير الصراط المستقيم تسلكون بين سبيل الجحيم نسأل الله العافية والله مستعان نعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يحذر تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من إرسال رسوله كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وهكذا قالها هنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ثم قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم هذه طريقة إبليس لعنه الله يريد أن يصد الناس كلهم عن سبيل الله ويريد أن يدخلهم معه في النار وأقسم بعزة الله أن يغويهم أجمعين هذا إن استطاع واستطاع في تقدير الله جل وعلا أن يستحوذ على كثير من الناس وأن يضلهم وأن يضمهم إلى صفه نسأل الله العافية وهؤلاء خلفوا اليهود خلفوا يسعون جاهدين أن يصدوا الناس عن سبيل الله لأنهم أفلسوا من طاعة الله جل وعلا وتوحيده وعبادته ببغيهم وعدوانهم وحسدهم فهم يريدون أن يدخل الناس النار معهم يريدون أن يدخل النار من الناس كلهم من أمكن أو من يستطيعون كثير من الناس الذي يقال به غل إذا أصيب بالنصيبة تمنى أن يصاب الناس بمثلها وهذا موجود في المسلمين مع الأسف يفرح إذا إذا أصابه شيء أن يصيب غيره ولو كان من أقرب الناس إليه سمع من يقول الموت مع الناس رحمة بالناس كلهم يموتون معه إنما لو مات وحده لكان بالنسبة له عذاب وسلم الناس منه ولا يريدون أن يسلم الناس من هذه المصيبة من مصيبة الموت نعم وهكذا قالها هنا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ثم قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم وهذا كقوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم قالوا فنحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فأي الناس أعجب إيمانا قال قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري ولله الحمد هذا الحديث تقدم ذكره في أوائل البقرة عند قولي جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب ذكر الحديث الحافظ بن كذير وحسن إسناده وقال هو وغيره هو أصرح دليل يدل على الوجادة يدل على صحة الوجادة الوجادة أن يجد الراوي بخط شيخه الذي لا يشك فيه حديثا كان لا يشك فيه حديثا يرويه عنه بهذه الوجادة وهي موجود في دواوين الإسلام وفي المسلد للإمام أحمد حديث كثير يقول عبد الله بن أحمد وجدت بخط أبي وهي مصححة عند أهل العلم لا بد أن تقترن بالإذن في الرواية من الشيخ وأنك تكون له رواية عنه لا تجد بخط شيخ ما أدركته وتروي عنه تكون منقطع وإن خلت عن الإذن فمسألة خلافية بين أهل العلم ويكفي أن يطمئن إلى الخط ولا يشك فيه ويعرف معرفة كما يعرف شخصه وستجرى على ذلك أهل العلم في إثبات الكتب والتعليقات فينسبونها إلى أصحابها الذين كتبوها بخطوطهم المعروفة لا بد أن تكون معروفة ما يأتي شخص ويقول وجدت بخط الشيخ الإسلام أو ابن القيم أو فلان أو علام المتقدمين أو المتأخرين وهو ليس بخطه كثير من الناس يزور ويزعم أن هذا الكتاب بخط فلان علشان يرتبع قيمته وهذا ليس بصحي لا بد أن يطمئن إليه ويركن إليه بحيث لا يشك فيه ثم قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد الاعتصام بالله هو الاعتصام بكتابه والاعتصام برسوله والاعتصام بسنته وفي كتب السنة في صحيح البخاري وغيره كتاب الاعتصام كتاب الاعتصام من أهم ما يعنا به طالب العلم من أبواب الحديث يحتاجه كل طالب العلم لاسيما في الظروف التي نعيشها وكثرت فيها الفتن فعلى طالب العلم من يعنا بمثل هذا ويعظ عليه في النواجد ويكثر من ترداده وتفهمه وقراءة الشروح عليه بذلك ينجو إن شاء الله تعالى نعم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله هو ابن مسعود اتقوا الله حق تقاته قال أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وهذا إسناز صحيح موقوف وقد تابع مرة عليه عمر بن ميمون عن ابن مسعود وقد رواه مرة الطيب فيه كلاء نعم وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا فذكره ثم قال صحيح على شرط الشرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال والأظهر والأشهر أنه موقوف والله أعلم ثم قال الموقوف على ابن مسعود صحيح بطرق وأما المرفوع فضعيف وتصحيح الحاكم له على شرط الشيخين من تساهله من جهة ومن جهة أخرى أنه يرى أن تفسير الصحابي مرفوع سوى صرح بالرفع أو لم يصرح يرى أن تفسير الصحابي مرفوع هذا رأي الحاكم وصرح به في مواضع من المستدرك وحمله العلماء على أسباب النزول على أسباب النزول فيكون لا حكم ولو لم يصرح الصحابي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحافظ العراقي أما الذي فسره الصحابي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب أما إذا فسر الصحابي كلمة أو آية من تلقاء نفسه فإنه يبقى قوله كما هنا يقول ابن مسعود اتقوا الله حق تقاتي أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر وهذه الجملة الثلاث مطابقة للآية يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا ينسى أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر هذا غاية ما يطيقه الإنسان وأن كان المقصود بحق تقاته كل ما يأمر به وجميع ما ينهى عنه إلا أن ذلك مقرون بالإطاقة مقرون بالإطاقة نعم ثم قال ابن أبي حاتم وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمر بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك وروي عن أنس أنه قال لا يتق الله العبد حق تقاته حتى يخزن لسانه وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية يخزن يجعل الفم له مخزنا فلا يفتحه معنى أنه لا يتكلم إلا بما تدعو عليه الحاجة تدعو إليه الحاجة ويخزن من الخزام خزام الناقة والدابة وهو الحبل الذي تجر به وتقاد فيقود لسانه والمعنى كله صحيح نعم وقد ذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لأن قوله حق تقاته أن لا تفرد في شيء من المأمورات ولا ترتكب شيء من المحمولات قل أو كثر صغر أو كبر هذا حق تقاته وهذه لا يطيقها أحد فمنسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني كما جاء في آخر سورة البقرة في قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو خطأ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملتها على الذين من قبل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن الآية التي قبلها لله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به هذا لا يطيقها نسخ بالآية الثانية التي بعدها والتي بعدها آخر الآيات والله جل وعلا في آخر السورة قد قال قد فعلت نعم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال لم تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهد في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وقبله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك قال الإمام في العلم يقولون الفواتح عنوان الخواتم العبرة بالخواتم لكن من لزم الطريق من أوله واستقام عليه الله جل وعلا أرحم وأكرم من أن يخذل في آخر عمره وحديث وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها جاء تقييده في الرواية الصحيحة أنه لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس أو بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يعني في حق المرائين مثل هذا الله مستعى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم صلى الله عليه وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به وقال الترمذي حسن صحيح وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الإمام أحمد حدثنا وكيب قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل ورواه مسلم من طريق الأعمش به وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا بن لهيعة قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله قال أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت وأحسبه عن أنس قال كان رجل من الأنصار مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فوافقه في السوق فسلم عليه فقال له كيف أنت يا فلان قال بخير يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديثه ثم قال الترمذي حسن غريب وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر كلام بن كثير ثم قال الترمذي غريب شو التخريج اللي موجودة في الترمذي حسن شو هل سنن الترمذي سنن الترمذي كما نبأ العلماء في كتب المصطلح أنها تختلف اختلافا كثيرا بما في ذلك الأصول القديمة العتيقة الثابتة بالأسانيت تختلف اختلافا كبيرا في الأحكام على الأحاديث ومنها ما هو صحيح ومنها ما فيه حسن صحيح ومنها ما فيه حسن فقط بل أحكام مختلفة وفيها ما هو صحيح غريب وفيها ما هو حسن غريب فعلى طالب العلم كما قال أهل العلم أن ينتقي من نسخ الترمذي أفضلها وأصحها ويقابل بعضها ببعض ليطمئن إلى هذه الأحكام والحاجة لمثل هذا الكلام إذا أردنا أن نقلد الترمذي ونحكم بأحكامه لسيما على قول ابن الصلاح من قطاع التصحيح والتضعيف وأنه لا بد من تقليد الأئمة وأن المتأخرين ليس لهم أن يصححوا يدرس الأسانيد وينظروا في الموتون ويحكموا عليها بما يليقوا بها فالانقطاع للتصحيح والتضعيف عندهم مقرر إذا قلنا بهذا قلنا نتبع الأئمة في أحكامه مع أن الأصل هم الأئمة لكن إذا وجد مثل هذا الاضطراب لا بد أن ينظر المتأخر للنظر في الأسانيد والموتون أن ينظر ويحكم بما يليق بما يليق على هذه الأحكام على هذه الأحكام من الأحكام بالصحة والحسن والضعف نعم الله فيها الآن طبعات حديثة يقول إنها قوبلت مثل الرسالة والتأصيل وطبعات ظهرت أخيراً وفيه من الطبعات القديمة طبعات بولاق جزئين صغيرين وفيه أيضاً مع الشروح لسيماً الطبعات الهندية فتحفة الأحوذي الهندية أفضل بكثير من المصرية وعندك عارضة الأحوذي لا يوثق بشيء منها على الترمذي لا يوثق بمثنها ولا شرحها والشيخ أحمد شاكر هذا الشيء يدركه من صغار الطلبة يقول الطابع مطبعة الصاوي لما أرادوا طباعة الترمذي مع شرح ابن العربي استعاروا نسختي من الترمذي فأدخلوا فيها ما ليس من كلام الترمذي ما علقته على الكتاب أنا أدخلوها في صلب الكتاب هذا ما يجعل هذه الطبعة لا ينتبع بيها إلى الآن مثل بن كثير طبع أكثر من طبعة محققة وتجد في هذه ما لا تجد فيها قبل هذه الطبعات الحديثة طبع بحمص بتحقيق عزة عبيدة الدعاس قد طبعوا معه سنن أبي داود فيها عناية وفيها تعليق على الأحكام وعلى التخريج خرجون ويذكرون شيء يعلقون من كتب الأحكام كتب الفقه على أبي داود الترمذي وكلام يعني ما قبول في الجملة لكن الصحة ليسوا من أهل الأهل يعني ليسوا من أهل الحديث الذين أخرجوا ليسوا من أهل الحديث نعم بك نحسن الله لك بالنسبة للترميح بالنسبة للترميح بالنسبة للترميح بالنسبة للتأصيل والنشر ترى منها شيء ترى منها حسن الله لا بد من جنبينها نعم وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا ترى من جنبينها حسن الله لكي سننة للترميح من جنبينها حسن الله لكي سننة للترميح ترى من جنبينها حسن الله لكي سننة للترميح من جنبينها حسن الله لكي سننة للترميح وهذا الحبل منقطع بينهم وبين الله جل وعلا وحبل من الناس هذا هو الحبل القائم الآن هذا هو الحبل القائم المبدود بينهم وبين الناس وبه يقاومون وبه يقومون هم لا شيء عندهم وحبلهم مع الله جل وعلا مقطوع فما بقي إلا هذا الحبل من الناس نسأل الله جل وعلا أن يخذوا لهم ويخذوا من وراءهم أمم عشان الله عليك لكن ذكرنا إلا بحبل من الله فائد من مقرار وين إلا بحبل من الله هو ما فيه إلا لثين تشوف الحبل ممدود مع الله كثير من المسلمين قطع حبلهم مع الأسف الشديد نعم حديث علي الذي يروي الحارث الأعوار حديث طويل في فضل القرآن ولكنه ضعيف لضعف الحارث لضعف الحارث فإنه ضعيف جدا نعم فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض وروا ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال حديث الأول السابق حديث الطبري في عطية العوفي هو ضعيف عند جمهورها للعلم نعم عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه وروا من أحوص في تاريخ ابن أبي خيثمة عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه يجي ولا ما يجي ها شلوان ها وفهمته وحفظته أنت حفظته ذكرنا ها بيه السياق صحيح أو لا مبصع يا خرج عليه خوارج فقتلوه يعني الأخبار بالرؤية واللايل نعم هذا يستدلون بيهو يريدونه مثال عن مش بمعنى بواية صح أن عن لا تقصد بها الرواية وإنما يقصد بها ذكر القصة يعني قصة أبي الأحوص نعم عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه وروا من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك وقال وكير وهذا ثالث الأحاديث وهو ضعيف إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف عند أهل الآن نعم وقال وكير حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله ما عندنا عبد الله قال ها قال عبد الله بالأحوص أبي عبد الله أنا أظنه ما موجود ما بساقط من أزارية ما بساقط من أزارية مضاف إلى ما بعده نعم قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر يحضره الشياطين يا عبد الله هذا الطريق هلما إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن وقوله وَلَا تَفَرَّقُوا أَمَرَهُمْ بِالْجَمَاعةِ وَنَهَا هُمْ عَنِ الْفُرْقَةِ وَقَدْ وَرَدَتْ الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والإتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا وخيف عليهم الافتراق والاختلاف وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقوله تعالى المقرر عند آل العلم قاطبة أن الأمة لا تجمع على خطأ ولهذا قالوا بحجية الإجماع واستدل الإمام الشافعي على حجية الإجماع بقول الله جل وعلا في سورة النساء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توله هذا الدليل على حجية الإجماع قال به الإمام الشافعي جاءه أعرابي قال يا أبا عبد الله أنت تقول بحجية القول الكافة الذي هو الإجماع فما دليلك قال أنظرني ثلاثا فاستعرض القرآن في ثلاث ليال ست مرات في آخر لحظة وقف على آية النساء وهذا الكلام لا تجده في الأم ولا في الرسالة وإنما هو موجود في أحكام القرآن للإمام الشافعي جمع الإمام البيهقي ولهذا يقولون أن الإمام الشافعي يقرأ القرآن مرتين في كل ليلة هو استعرض في ثلاث ليال القرآن ست مرات ما يلزم أن يكون هذا ديدن أو أنه قرأه قراءة حرف حرف لا يلزم هذا إلا إذا وجد شيء أصرح من هذا ها إيه قيل عنه هذا وهذا فأقول إن وجد أصرح من هذه القصة أو إلا فالقصة لا تدل على ذلك لأن التصفح ما يعني القراءة الدقيقة الحرفية نعم وقوله تعالى شديدة وضغائن وإحن ودحول طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإيمان وقد امتن عليهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين فعتب منعتب منهم بما فضل عليهم في القسمة بما فضل عليهم في القسمة بما أراه الله فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن وقد ذكر لأن النبي عيس صلى الله عليه وسلم أعطى من غنائم حنين قريش وقبائل العرب وأكثر أعطيهم بالمئات وبالرعاية الكاملة والأنصار ما أعطاهم شيء وجدوا في أنفسهم مع أنهم بايعوه على الأثرة على الأثرة ولكنه بعد ذلك طيب خواطر فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم رجولا من اليهود مر بملئ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب ففعل فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض وتثاوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وتلا عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي الله عنهم وقد ذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية الإفك والله تعالى أعلم ولا يزال الشيطان يوش الخلافات بين الناس ويبث فيهم الإحن والضغاء وينكث جروحهم حتى يثوروا فيما بينهم وقد وجد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان والناس يتهيأون إلى الفطور وهنا يكثر الزحام وتضيق بعض النفوس فيدفع بعضهم بعضا ويتكلم بعضهم على بعض وسمع من يتواعدون اللقاء بعد التراويح إن كان في تراويح وإلا بعد صلاة العشاء بعرفة بيتضاربون مثل ما فعل الشيطان هنا مثل ما فعل اليهود نسأل الله العافية هذه سياسته وسياسته أتباعه حينما رضي بالتحريش بين الناس والله مستعين اللهم صلی عنا اللهم صلی عنا